الوضع حرج للغاية وروسيا تقترب من غزو أوكرانيا وتهديدات بفرض عقوبات على موسكو إذا ما أقدمت على هذه الخطوة والأخيرة لا تبالي بهذه العقوبات الغربية حدد التصريحات تتصاعد شيئا فشيئا وواشنطن تقول إنه لا توجد مؤشرات أن لدى بوتين نية للتراجع عن غزو أوكرانيا أو تهديئة التوتر تصريحات جاءت على لسان الناطق باسم البنتاجون جون كيربي بعد اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظره الروسي فلاديمير بوتين لم تنتج منه بوادر تفاؤل بل ويعتقد البنتاجون أن عملا عسكريا كبيرا يمكن أن يحصل في أي وقت في أوكرانيا من جهته قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوريفان إن الهجوم يمكن أن يحدث هذا الأسبوع ومن المرجح أن يبدأ بضربات صاروخية وقصف مكثف تليه تحركات للقوات البري وفي ظل هذه التطورات شددت ألمانيا لاجتها تجاه روسيا قائلة إن الغرب سيفرض عقوبات فورا على روسيا إذا اشتاحت أوكرانيا وإن موسكو تتحمل خطر الحرب في أوروبا في توضيح لموقف ألمانيا التي طارتها انتقادات واسعة كونها متساهلة جدا مع موسكو روسيا تنفي تحضيرها لهجوم على أوكرانيا لكنها بالوقت نفسه تحشد نحو 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا وتطالب بضمانات أمنية مرزمة من الغرب تتضمن تعهدا بسحب قوة حلف شمال الأطلسي من شرق أوروبا وعدم التوسع بضم أوكرانيا مطالب ردت عليها واشنطن بالرفض وعرضت عليها في المقابل مناقشة اتفاق أوروبي جديد لنزع الأسلحة مع موسكو شركات طيران علقت رحلاتها إلى أوكرانيا ودول تدعو مواطنيها إلى مغادرة هذه الدولة لكن السؤال المطروح الآن هل تنجح التحركات الدبلوماسية المتواصلة منذ عدة أيام في تجنب اندلاع حرب في أوكرانيا؟ اشتركوا في القناة